السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة فاليوم إن شاء الله سنتعرف على تتمة درس كلمات تستعمل للربط بين الجمل فهذا الجزء الثالث بالنسبة للجزء الأول والثاني سأترك لكم روابطهم في صندوق الوصف فكما قلت سابقا هذه الكلمات تسهل عليكم تكوين جمل والربط فيما بينهم فلنبدأ على بركة الله الكلمة الأولى pourtant pourtant تعني على الرحم pourtant exemple أو مثل Elle ne veut plus me parler pourtant je ne lui ai rien fait Elle ne veut plus me parler pourtant je ne lui ai rien fait Elle هي ne veut plus me parler لم تعد تريد التحدث معي pourtant على الرحم أو رغم je ne lui ai rien fait donc je أنا ne lui ai هنا آئكا ترجع لها تجو رغم أني لم أفعل لها شيء donc لام تعدد ريز تحدد معي رغم أني لم أفعل لها شيء donc لذا يوجد رغم أو على الرغم الكلمة ثانية دوران تعني خلالة أو أثناء دوران Exemple علي و أحمد se sont rencontrés durant les vacances d'été علي et أحمد se sont rencontrés durant les vacances Durant les vacances d'été أحمد et علي se sont rencontrés يعني التقى أحمد و علي Durant أثناء Les vacances d'été العطلة الصيفية التقى أحمد و علي أثناء العطلة الصيفية فهنا Durant كتعني خلال أو أثناء Plus tard Plus tard كتعني لاحقا Plus tard Exemple On verra plus tard ce qu'il faut faire On verra plus tard ce qu'il faut faire On verra يعني سنرى Plus tard لاحقا ce qu'il faut faire ما يجبو القيام به On verra plus tard ce qu'il faut faire فهنا Plus tard كتعني لاحقا Plus tard نزارا لأنه لأنه غدا لن يكون الجو جميل أو لطيف فلدود فلدود هو شك فسن سن 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 بدون سن دود بدون شك دودود يعني كاريم بدوني شك هو الأفضل في القسم كاريم est sans doute le meilleur de la classe كاريم بدوني شك هو الأفضل في الصف أو في القسم فقلنا sans doute بدوني شك définitivement définitivement بشكل دائم définitivement Exemple Cette famille marocaine s'est installée définitivement en France Cette famille marocaine s'est installée définitivement en France Donc cette famille marocaine كتعني هذه العائلة المغربية s'est installée définitivement استقارات بشكل دائم en France في فرنسا فهونا définitivement كتعني بشكل دائم كونسرنان 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 تعني فيما يتعلاق Actuellement 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 كتعني حاليين Actuellement 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 حاليين كونسرنان حاليين كونسرنان 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 الوصدرنل كونسرنان لنهيان نطمو كتاني لسيما لكاليم المواليان پارapport آ پارapport آ كتاني موقارنا بي پارapport آ exemple أو مثل ستارتزان ترافيل سريوس من پارapport آ سنكوليگ ستارتزان ترافيل سريوس من پارapport آ سنكوليگ ستارتزان هادا الحرافي نك لارتزان هو لكي خدم بيجي كيتما الحرافي ترافيل اعملو بجيد أو بجيد يا سريوس من Donc هذا الحرفي يعمل بجدية مقارنة بزميله Cet artisan travaille sérieusement par rapport à son collègue Le collègue هو زميل فالكلمة اللي عندنا هي Par rapport à كتعني مقارنة ب environ Environ تuggle حوالي Environ Exemple La valise de ma soeur pèse environ 15 kilos La valise de ma soeur pèse environ 15 kilos La valise Il y a Il y a يتزينو انفران حوالي 15 kg 15 kg حقيبات اختي تزينو حوالي 15 kg la valise de ما سور پز انفران 15 kg donc انفران كتعني حوالي دوكو دوكو كنت سميو هاد فلوغال يعني في كلم ف هاد مستلح فوا كيتستمل اغلبية في الكلام وما كيتستمش بالزاف الكتاب البوغى دوكو كتعني إدان فهنا دوكو كتعني إدان يعني كنستعملوها لكونسكنس النتيجة اكزمبل جام لير دوكو جأشت بوكو دو لبع جام لير دوكو جأشت بوكو دو لبع Alors j'aime lire تعني أحب القراءة Du coup إذا أو لذا جاشت بوكو دو لفر فهنا عندي j'aime lire يعني أحب القراءة الكونسيقنس أو النتيجة هي أنني أشتري عدة كتب أو أشتري الكثير من الكتب بما أنني أحب القراءة فأنا أشتري العديد من الكتب j'aime lire Du coup جاشت بوكو دو لفر أحب القراءة لذا أشتري الكثير من الكتب فهنا دو كو كنستعملوها لكونسيقنس أو النتيجة فإلا بتنا برع لنتيجة فكنستعمل دو كو فهنا دو كو نقدرون قول بحالة بحال دونك فأنتمنا يكونوا دحليكم دو كو كتعني دونك أو إدم رسمن رسمن كتعني مؤخارن donc مؤخارن exemple أمل أرسمن أحبت une voiture يكاديم المواليا جانتي فهنا لدينا على العكس الكلمة الأخيرة أم فت أم فت فنتبهوا هنا ستنتقوا ب في ولكن إلا سبقتها أم فكن قول أم فت أم فت فأم فت كتعني في الحقيقة أو في الواقع في الحقيقة أو في الواقع نشوفوها في أجزمبل أم فت أم فت أم فت هذه الفتاة تبدو هادئة في الحقيقة إنها متوترة دونك أم فت كتعني في الحقيقة أو في الواقع فالآن نمر نتذكر هذه الكلمات لأنهم مهم من يساعدنا كيف قال سابقا في الربط بين الجمل دونك قلنا على الرغم كتعني إِبُطَنُ خِلَالَ أو أَثْنَاءَ دُورَ인 دُورَنُ لَاحِقَنْ بُولُو تَارُ بُولُو تَارُ نَضَرَعَلِي جُّ كُّ جُّ كُّ بدونك ساندُوْتْ زاندُوْتْ بِشَكِ الْدَائِمْ فيما يتعلق حاليا لا شيئما أو خاصة على الاحx Au contraire في الحقيقة أو في الواقع En fait وبهذا نصل لنهاية الحصة نتمنى تكونوا نستفيدون من هالدرس كيف العادة اللي استفيدوا منه فشاركوهما أشدقائكم وأحببكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كي يدعم الفائدة وما تنسوش جيم أو لايك لفيديو باش ترجعوين نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلقوا في حصة مقبلة إن شاء الله